اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكتشافات جديدة في الطب اشتركوا في القناة 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 ان هنا صيغة السؤال ما بتكونش كده بيبقى دات الاستفاهم الاول بعد كده was aware بعد كده الفاعل يبقى هنعكس كده يبقى was the first score تعالوا الوقتي نعمل نشوف الليسننج بتاعنا ولكن نقرأ الاول اسئلة who was the soap made boy الصابون اتعمل بواسطة مين what did they make to make soap عمله ازاي طبعا احنا عارفين برضو لو مركز شوية في الريدنج اللي ارناه في listen 1 و 2 تبقى عارف الاسئلة اصلا دي why did they prepare materials اللي كانوا بيعدوا الموت تعالوا ما نسمعوا نشوف يبقى هي اختراع من المصريين الكدماء وكانوا بيخلطوا ما بين الاشز والفات علشان يعملوا الليبس تعالوا نرى الاسئلة what do coffee plants need to grow النباتات بتاعت القهوة محتاج ايه علشان تنمو why did the Ethiopians first drink coffee ليهم اول ناس شربوا القهوة what did the underlined word this refer to this اللي هنا دي بتشير الى ايه the Ethiopians used the note of the coffee plant to make coffee طبعا برضو لو مركز في الريدنج كنا قلنا انه ما استخدموا الاوراق the Ethiopian coffee was not hot than the Turkish coffee older newer ولا hotter ولا heavier هنشوف دلوات coffee is one of the most popular drinks in the world coffee plants grow in hot places بينمو في الاماكن الحرة they need a lot of sun and a lot of rain يبقى الاجابة الاولى انه they need a lot of sun and a lot of rain محتاج شمس كتير ومطرة كتير coffee was discovered in Ethiopia in the 11th century في القرن الحداشر at first the leaves of the coffee plant were boiled in water هنا عرفنا ان هي كانت بتم غليها في المية اوراق النبات the drink was used as medicine كان بيستخدم كدوى later coffee became popular in Turkey بقت في تركيا مشهورة جدا the coffee beans were cooked over a fire and made into a powder بعد كده التعمل الطبعا بقي كبودر كمسحوق this was mixed with water ايه زيز بقى ده اللي هو البودر البودر تم خلطه بالمية and cooked slowly over a fire's ashes اللي هو اللي احنا بنعملها دلوقتي اللي انت بتعملها دلوقتي بتلاقيها عبارة عن مسحوق عبارة عن مسحوق كده بتحطه انت في المية وتبدأ ان انت هتغلي يبقى why did the ashevians first drink coffee ليه كانوا في البداية بيشربوا القهوة طبعا كان medicine كعلاج they drink it as medicine طيب زيز بتشير لأيه قولنا الى البودر عرفنا بقى ان هما كانوا بيغلق الليفز وان كده معنى كده ان اثيوبيا او ان قهوة اثيوبيا اقدم من قهوة تركيا يبقى older than a note is a period of hundreds years ايه او hundreds hundred years ايه هي المدة اللي هي 100 سنة طبعا ده century this is school note in 1961 اسأل نفسك المدرسة بانت ولت بانت تم بنائها يبقى بصف يبقى وعندنا سنة في الماضي انو سنة في الماضي يبقى ماضي بسيط بصف يبقى was built computers and mobile phones are all modern طبعا inventions اختراعات stamps invented by Egyptians هنا برضو stamps اللي هي الطوابع الباردية ما اختراعتش بوصلة المصريين يبقى هنا عندنا برضو بصف في البصف بننفي wasn't or weren't هنا عندنا جامعة يبقى weren't نقطة are the grey material left after fire طبعا ashes الرماض افتراب what نقطة the ancient Egyptians use to make those best what do ولا have ولا where ولا did طبعا what did لان ancient Egyptians طبعا دي حاجة قديمة جدا المصريين القدماء a or an often works at ancient sites اللي بيشتغل في المواقع الاسرية القديمة طبعا ده the archaeologists they know the world's biggest diamond in south africa طبعا they found هما اللي لقوا مش هما اللي تلاقوا مش هما اللي تم ايجادهم لا هما اللي لقوا they found بقى بجملة اكتف عادي جدا archaeologists invented many important things in Egypt لا طبعا discovered مش invented this papyrus shows how soup was made of the ancient Egyptians لق طبعا by مش ايه مش off the ancient Egyptians used salt and herbs to do tosbest قلنا ان tosbest بيجي معها make مش do وكنت علمتلكم عليها ان هي مهمة this book will was written لق طبعا الجملة غلط خالص was وال ايه was well written was الاول وبعد كده will اللي هي الادفرب بتاعتنا وبعد كده written عايزين نتكلم على important discoveries على الاكتشافات المهمة ودي البراجراف بتاعنا coffee is an important discovery it was discovered in Ethiopia in the 11th century at first the leaves of the coffee plant were boiled in water the drink was used as medicine المشروب كانوا بيستخدم كدوى coffee wasn't planted outside Ethiopia until the 14th century كل الكلام ده جماعة موجود في الكتعة reading اللي كانت عندنا في اليونت فتقدروا يعني تستغلوا الكتعة بتاعتكم وتقدروا ان انتوا تكتبوا من خلالها باراجرافات عايز برضو منكم ممكن تكتب باراجراف عن حاجة تانية غير الاهوة عن اكتشاف غير الاهوة مش لازم ان كل الحجم ده ست جمل بسيطة وخلاص بكده بنكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة وخلصنا نص اليونت ان شاء الله بكرة نكمل النص التاني من اليونت والتدريبات بتاعتهم والامتحان عشان نكون خلصنا المنهج بإذن الله بالكامل شوفكم على خير ان شاء الله وانتظروا بإذن الله نعمل مراجعات قوية الفترة الجاية لو لسه مش مشترك في القناة اتمنى تشترك معنا ويا ريت تعرف الناس على الفيسبوك على القناة علشان يقضيوا يتابعونا في الفترة الجاية ان بإذن الله المراجعات مش هيخرج براها لامتحان شوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة